السلام عليكم في فيديو اليوم هستعرض معكم بسرعة 3 عدات كليها أثر إيجابي كبير على حياتي وأتوقع أنها يكون لها نفس الأثر الإيجابي على حياة أي شخص العادة الأولى تسجيل الأفكار بسرعة كثير منها بيفترض أن الأفكار الرائعة بتأتي مرة واحدة في لحظة من لحظات التجلي والعبقرية في حين أن الواقع هو أن معظم الأفكار الرائعة بتكون نتيجة عملية نطج وتطور على مدار فترة من الزمن وعشان أفكارك تنضج لازم تكون محفوظة في مكان يسهل عليك مراجعتها والتعديل عليها عشان توصل لمرحلة النطج المطلوب للبدء في تنفيذها لأنك لو اعتمدت على الذاكرة فقط فأنت مش بس هتنسى الفكرة أنت غالباً كمان هتنسى أن كان عندك فكرة من الأساس أسهل وسيلة تساعدك على تسجيل الأفكار أول بأول هو تطبيق جوجل كيب وهو تطبيق مجاني من جوجل متاح للأندرويد والآيفون وبيسمح لك تسجل أي أفكار أو ملاحظات بأكتر من صيغة وشكل أنا شرحت طريقة استخدامه بالتفصيل في كرس التخطيط الفعال لكن عموماً التطبيق بسيط جداً وتقدر تتعلم استخدامه بنفسك بمجرد الاستكشاف والتجربة حاول تسجل أي فكرة تجيلك تخص أي جانب من جوانب حياتك بمجرد ما تخطر في ذهنك غالباً كثير من الأفكار هيتضح لحقاً إنها لا تستحق ده طبيعي وجزء من العملية فبلاش تحبط لكن بعض الأفكار هتندمج مع بعضها وينتج عنها فكرة أفضل وبعضها هتقدر تضيف عليه تفاصيل أكتر مع الوقت حتى يصل للدرجة اللي تحفزك على البدء في العمل عليها كثير من الحلقات اللي قدمناها على القناة فكريتها الأساسية جات لي وأنا ماشي في الطريق ولو لإني سجلتها بسرعة من خلال الموبايل كانت غالباً هتضيع وهتتنسي قبل مرجع للمكتب عشان أسجلها كثير من الأفكار اتسجلت قبل شهور بل وأحياناً سنوات من وقت البدء في تنفيذها ولو لإني سجلتها بمجرد ما خطرت على بالي يصعب جداً تصور إن كنت هفضل متذكرها ومتذكر تفاصيلها عشان يبدأ العمل عليها بعد الفترة الطويلة دي بعض الأفكار بدأت كأفكار عادية وتقليدية جداً لكن مع الوقت ومع زيادة التفاصيل ونطج الفكرة أصبحت فكرة مميزة نتج عنها عمل مميز قبل ما أقولك اسم العدد الثاني خلينا سألك إيه رأيك لو أصبح عندك قدرة خارقة؟ القدرة دي بتخليك تقدر تنسخ المعرفة من عقول الآخرين في ثواني تخيل مثلاً شخص أضع عشر سنين من عمره في مجال عمل معين وإنت في ثواني تقدر تنسخ المعرفة اللي عنده في المجال ده لذهنك ويصبح عندك نفس المعرفة دون قضاء نفس الوقت اللي هو قضاء في التعلم أكيد دي قدرة رهيبة طبعاً لكنها للأسف مش موجودة في الواقع لكن أقرب شيء واقعي لهذه القدرة هو القراءة شخص بيقضي سنوات من عمره في التعلم واختساب الخبرة في موضوع معين بعد كده بيجمع المعرفة والخبرة دي في كتاب أنت تقدر تقرأ في ساعات القراءة بتضيف سنوات من الخبرة والحكمة لعمرك بتخليك أكثر قدرة على استيعاب وفهم الأشخاص والأحداث بتساعدك تاخد قرارات أفضل في حياتك القراءة نفسها تعتبر تدريب هيساعدك على زيادة قدرتك على التركيز ومقاومة الملل وغيرها من الفوائد اللي كثير منها مش هيكون محصوص على المدى القريب لكنه بيخليك شخص مختلف تماماً على المدى البعيد لو حابب تعرف كيف يمكنك اكتساب عادة القراءة وإيه أصلاً اللي بيميز القراءة عن باقي وسائل المعرفة زي مشاهدة الفيديوهات مثلاً وإيه المواضيع اللي المفروض تبدأ في القراءة فيها فإحنا جاوبنا على الأسئلة دي في حلقة اكتساب عادة القراءة تقدر ترجع لها لو حابب تعرف الإجابة اللي تساعدك تضيف عادة القراءة لحياتك هتجد رابط الحلقة في وصف الفيديو العادة الثالثة هي عادة تخلصت منها وهي عادة متابعة الأخبار اليومية متابعة الأخبار اليومية والأحداث الجرية مضيعة للوقت والطاقة النفسية خاصة مع الظروف البائسة اللي بتمر بيها بلدنا العربية كثير مننا ببرر لنفسه متابعة الأخبار بحجة أنه يكون مطلع على الواقع أو حتى من باب الاهتمام بأمر المسلمين وده يبدو في الظاهر أنه مبرر جيد لكن لو فكرت فيه بتأني لن تجده كذلك الإعلام بطبيعته بيرنكز على الأحداث السلبية والمأساوية لأنها هي اللي بتنتشر بين الناس بسهولة معظم هذه الأحداث لا يترتب عليها أي فعل كل تأثيرها عليك هيكون الأسى والأسف والحزن واستنزف طقتك النفسية والذهنية بشكل يضعف قدرتك على فعل ما يفيد نفسك وأمتك فعلا الاهتمام بأمر المسلمين يعني العمل على تحسين حالهم وليس مجرد الشعور بالحزن والأسى والعجز اتجاه ما يتعرضون له من مآسي ولو متابعة الأخبار دي هتضعف قدرتك على الفعل إذن تأثيرها عليك هيكون عكس المراد تماما معظم الناس للأسف طالما بتستخدم الانترنت فالأخبار المهمة هتوصلك غصبة عنك بل وحتى كثير من الأخبار التفهة هتعرفها غصبة عنك برضو بسبب تعليق الناس حواليك على هذه الأخبار فما فيش أي داعي أنك تتابع بنفسك مواقع الأخبار أو حسابات الأخبار على السوشيال ميديا لأنك هتعرض نفسك يوميا لكم كبير من الأخبار اللي مالوش أي تأثير عليك سواء إضاعة الوقت واستنزاف الطاقة الذهنية والنفسية في كثير من الأوقات الواحد بيبقى عنده خطط مهمة لليوم تغلط وتدخل على السوشيال ميديا في بداية اليوم وتقرأ عن أحداث تصير الغيز وترفع ضغط الدم أو تصيبك بالحزن والإحباط بشكل يفسد عليك خطط اليوم اللي أنت كنت ناوي تقوم بها يعني أنت مش بس ما بتنفعش الأمة أنت كمان قصرت في واجباتك اتجاه نفسك واتجاه دائرة تأثيرك الصغيرة زي أسرتك مثلا في النهاية الكل بيخسر ومفيش حدي بيستفيد غير مواقع الأخبار تذكر أنك لن تسأل يوم القيامة عن حال الأمة أنت هتسأل عما فعلته أنت لتغيير هذا الحال للأفضل فرفقا بذهنك وبصحتك النفسية ووفر طقتك لعمل شيء ينفعك وينفع غيرك فعلا بالنسبة لي تقليل متابعة الأخبار والتركيز على ما ينفع وما يبقى أثره كان واحد من الأسباب المهمة اللي خلتني أعمل القناة دي أصلا دول كانوا ثلاث عادات ليهم تأثير إيجابي على حياتي حبيت أشاركهم معكم أنتوا كمان ياريت تشاركونا في التعليقات بأي عادة جيدة كان لها أثر إيجابي كبير على حياتكم مع توضيح شكل من أشكال التأثير ده يمكن تكون سبب في تحفيز غيرك أنه يكتسب هذه العادة وتكسب أجر الدال على الخير أتمنى فيديو اليوم يكون مفيد إلى اللقاء قريب بإذن الله السلام عليكم